بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي طرق الوقاية من الأورام حديثنا اليوم في دنيا الصحة مع الدكتور صلاح عباسي وهو استشاري الأورام وأمراض الدم بداية صباحاً خير دكتور صباح النور أهلاً سهلاً لما نحكي عن أورام دائماً إحنا وتحديدنا الأورام سلطانية دائماً بصيبنا هلع ومنحس إنه هذا المرض إن أصاب أمات قديش دقيقة هاي المعلومة هاي بجوز سموها مث يعني معلومة بجوز خاطئة عند الناس وبيخافوا منها عشان هيك بجوز لازم نغير اسم إنه هذا مرض خبيث هو كان زمان خبيث صح بس هلا إحنا عم صار في طرق علاج كتير متقدمة وممتازة عم بنشوف نتائج كتير أحسن من زمان بس الناس بظلها بالهم إنه هذا خبيث وهذا مميد زي ما تفضلت والإنسان لما يصير عنده في البيت حالة سرطان الكل بهلع وحتى مرات بتأخر العلاج بسبب هذا الخوف وأعتقد لازم نظن نذكر الناس إنه فيه علاجات جديدة وفيه أشياء كتير أحسن صارت في علاج السرطان وصار مرض بتعالج خلينا أحكي تقريباً إذا بنحط الأمراض كلها على بعض 70% من حالات السرطان بعد النظر عن المرحلة بتتعالج والمريض ممكن يرجع لحياته الطبيعية ومع عيلته وشغله وكل شيء كويس حتى طريقة العلاج صارت أحسن يعني زمان كنا نعتمد على العلاجات الكيموية التقليدية اللي هي أعراضها الجانبية كتير المرات بجوز يعني بتسوي مشاكل أكثر من بتصلح هلأ صار في علاجات بيولوجية علاجات مناعية علاجات جينية كل آياتها عم تعطي نتائج كتير ممتازة وفيه مرض كتير عم بشفو من وراها وخاصة حتى صار فيه تطور بعمليات الجراحية في العلاج الإشاعي صار علاج السرطان علاج متكامل يعني بطل دكتور واحد بيعالج مريض السرطان صار فيه خلينا أحكي عيادة مشتركة عم بتعالج مرض السرطان من كل النواحي حالات شفاء كتير ممتازة وإحنا هلأ مرضى كتير عم بيجوا بالعيادة بس مراجعة يعني فيه مرضى عندي بالعيادة مثلا بيكون صار له سبع سنين وعشر سنين بس بيجي مراجعة كل ستة شهر كل سنة تشييك يتأكد أنه أموره كويسة وهدول المرضى عايشين حياتهم طبيعي عندهم عائلات خلفوا أولاد حايشين بشغلهم فلأ لازم الخوف يروح ولازم الإنسان ما يظل يفكر بهذه الطريقة صار فيه علاجات كتير منيحة وبطل هو المرض القاتل المميد زي ما كنا نعرف عنه من زمان تم حكي هلأ دكتور عن طرق الوقاية من الورم بشكل عام إن شاء الله يا ربي ما يصيب حدا بيومنا الطبيعي نحن شو الإشياء نقدر نعملهم لحتى نبعد أو نحاول قدر الإمكان أنه نحن نجهز جسمنا أنه يكون قادر يحارب هاي الخلايا السرطانية طبعا هذا إشي مهم كتير صحيح لأنه زي ما قلناه لما بدنا إحنا نبعد عن السرطان الوقاية أهم من العلاج دائما مع كل التقدم بالعلاج دائما إذا بنقدر أنه نبعد عن السرطان خاصة المرضى اللي خلينا نحكي معرضين أكتر من غيرهم للإصابة والسرطان بجوزهم المرضى اللي عندهم تاريخ عائلي بالأورام يعني بجوز 20 بالمئة من حالات السرطان هي أورام وراثية يعني بيكون في تاريخ عائلي هذون المرضى بجوز لازم يكون حاذيرين أكتر من غيرهم بس كل الناس ممكن يسوي تغييرات بسيطة بحياتهم اللي يبعدوا عن السرطان منها مثلا طبعا زي ما بنحكي عن الدخان البتاع عن الدخان بناش نحكي عنه كتير بس ضروري جدا دائما نذكر فيه الدخان إنه سبب كبير بعدة أنواع من السرطان طب دكتور اللي بدخن بكمية قليلة يعني مثلا بسموه هات المدخن الاجتماعي إذا قعد بقعدة أول إذا بنحكي عن موضوع الدخان ما في بنسميه نحن نوس سيف لفل يعني ما في كمية من التدخين آمنة لأنه التدخين باعتمد على طبيعة جسم الإنسان في ناس عندهم إنزيمات كافية في الجسم هيك ربنا خلقهم إنه قد ما ياخدوا سموم عن طريق الدخان بتعامل معها جسم ما بتتراكم ما بتسوي سرطان فتلاقيه بجوز بدخن ثلاث أربع بكتات ما بسي عنده سرطان بجوز إنسان تاني ما عنده هذه الإنزيمات الخاصة بتتخلص من السموم فإذا دخن سيجارة أو سيجارتين أو تدخين سلبي وراح تتراكم السموم وتسوي سرطان هلأ إحنا ما عنا قدرة بالطب للآن إنقيس القابلية الجينية أو قابلية الإنزيمات لجسم الإنسان عشان أعرف أنا عندي قابلية لتكون ورم هذا الإنسان عنده ولا ما عنده فالأفضل هو الابتعاد عن السبب الابتعاد كليا ما في سبب للآن نعتبره إنه آمن من الشغلات الثانية طبعا طريقة الأكل يعني بجوز إحنا هلأ أكلنا معظمه مجمد ومعلب وفيه مواد كيموية ومواد حافظة هاي أكيد بتزيد معدلات السرطان بشكل كبير فالأكل الصحي الطبيعي هو الصح دائما الناس بسألوني شو نأكل وشو نبعد عن الأكل أنا بحكي لهم الأكل الصحي المتنوع هو الصح أهم إشي يبعد الواحد عن السرطان أنه مناعة تضلها منيحة عشان المناعة تكون كويسة الشجاكلتين مهمين اللي هم الرياضة والأكل الأكل المتوازن لازم يكون فيه بروتينات خضار فواكه لازم نبعد عن اللحوم الحمراء أد ما نقدر مش ممنوعة فيه ناس بفكروا أنه لازم ما يأكل لا بس إحنا بنيحكي تقريبا متين إلى متين وخمسين قرام في الأسبوع نبعد عن اللحوم المجففة والمتعامل المعامل معها هاي اللي هي معلبة ومجففة نبعد عن الدهون المشبعة دعنا نروح على الدهون مثلا زيت الزيتون أحسن كتير لأنه حتى بيحمي من السرطانات الفواكه الخضار الألياف فيه كتير أكلات هلأ يعني فيه كتير بالأكل مواد فيها مادة الأكرولاميد يعني حتى الواحد بجوز لما يجيب مواد معلبة لازم يشوف إذا موجودة هاي مادة الأكرولاميد ولا لا مثلا زي يعني بجوز مثلا الشغلات المعلبة معظمها فيها هاي المادة الأهوة فيها هاي شرط الخبز الكعك خاصة إذا بتحمص زيادة بتتحول هاي المادة إلى مادة مسرطنة عشان هكي احنا بنحكي مثلا الخبز والكعك ماشي سخنوا بس ما تخليه يصير أحمر زيادة أحمس مي بأرمش ما يخليه أرمش لما يأرمش بتتكون مادة الأكرولاميد اللي هي المادة مسرطنة البطاطا المقلية ما تقليها عدة مرات بنفس الزيت ما تقليها كتير كل المقال يعني بحكي مش بس البطاطا المقلية فهاي الشغلات كتير لازم الواحد يبعد عنها قد ما يقدر فطريقة الأكل السمنة بحد ذاتها عامل مهم في تكون السرطان فالواحد لازم يحافظ على لياقة معينة الوزن المثالي ما يكون السمنة الزايدة بتزيد احتمالية السرطان طبعا من الشغلات الثانية اللي هو أنه الابتعاد عن يعني أو معالجة الفيروسات والبكتيريا بعض الفيروسات والبكتيريا بجسم الإنسان إذا ما تعالجت ممكن تعود في حالة خمول لفترات طويلة وتسوي سرطان زي التهاب الكبد الوبائي مثلا إذا ما تعالج ممكن يسوي سرطان في الكبد في فيروسات بتصيب مثلا الأعضاء التناسلية عند الأنثى هاي ممكن لازم تتعالج لأنها ممكن تسوي سرطانات في البكتيريا الحالزونية تبع المعدة إذا ما تعالجت ممكن تؤدي إلى سرطان فهاي الأمراض كمان لازم تتعالج بشكل سريع عشان ما تتكون أمراض تاني شيء الرياضة نحن دائما نحكي أن الرياضة مهمة جدا وصحيح في دراسة جديدة تمت على تقريبا 750 ألف بني آدم يعني دراسة كتير كبيرة وشافوا الناس اللي بلعبوا رياضة والناس اللي ما بلعبوا رياضة وقداش كمية الرياضة اللي لازم يلعافها للإنسان وجدوا أنه اللي عندهم رياضة مستمرة في حياتهم نسبة السرطان عندهم أقل تقريبا 30% من الناس اللي ما بلعبوا رياضة وهي نسبة كتير كبيرة لما نحكي أنه نحن بس رياضة وما نحكي عن رياضة كتير رياضة بسيطة كل يوم ممكن تحمينها بـ 30% من تكون الأورام يعني نحكي عن ساعة مثلا باليوم ونصف الرياضة للإنسان اللي ما عنده سرطان ما عنده تاريخ عائلة بيحكوا أنه كحماية بتكفي أنه 30 دقيقة 3 مرات في اليوم في الأسبوع يعني نحكي عن ساعة ونصف الأسبوع مش أكتر ورياضة بسيطة رياضة الايروبيك مثلا ممكن سباحة ممكن ماشي ممكن الركض البسيط وبفضله كمان يكون في حمل الأثقال البسيطة مش أثقال مش 20 كيلو يعني آه يعني شغلات بسيطة لتقوية العضلات كمان مرتين في الأسبوع 15 أو 20 دقيقة فهي هي فقط الإنسان اللي عنده سرطان عشان يتحسن استجابته للعلاج وتكون حياته أفضل بنفضل الرياضة تكون أكتر شوي بفضله أنه تكون 150 دقيقة في الأسبوع فبنحكي عن 30 دقيقة بجوز كل يوم أو 5 أيام في الأسبوع مش إشي كتير يعني الواحد يمشي يطلع يمشي شوي ماشي سريع أو إذا سباحة أو رياضة بسيطة في البيت نص ساعة في اليوم يعني مش إشي كتير بتعطي لياقة أكتر بتسوي العضلات أفضل للبروتينات وبتحارب المرض بشكل كتير ممتاز يعني المرضى السرطان نفسهم إحنا كزمان كنا نحكي لمريض السرطان لا أرتاح وما تمشي وما تتحرك وخليك قاعد في التقط هذا أسوأ إشي مريض السرطان نفسه إذا لعب رياضة نص ساعة في اليوم رياضة بسيطة بتحسن احتمالية الاستجابة للعلاج ونسبة شفاءه بتكون أعلى والأعراض الجانبية تبع العلاج بتكون أقل فالرياضة مهمة كمان طب أكتور فيه ممنوعات ممنوعات هذه قلنا الدخان ممنوع الأكل حكينا اللحوم الحمراء نحاول نبعد عنها أي شيء عليه زي ما حكينا اللحوم المجففة المعظم المعلبات فيها المواد الحافظة نشوف شو فيها طريقة الأكل زي ما قلنا الدهون يعني الزيوت اللي بداما خاصة المقالة يعني اللي فيها زيوت بيستخدم عدة مرات عدة مرات هاي بتتكون فيها المواد المسرطنة بشكل كبير يعني الأكل الصحي معروف والأكل الغير صحي معروف يعني فالإنسان لازم يعني إحنا كمان نحكي للناس مرات كثير يبعدوا عن السكريات بشكل كبير فيه ناس بفكروا أنه لازم ما يأكلوا سكر بالمرة عشان يجوعوا الخلايا السرطنية هذا مش إشي علمي صح هو الإنسان لازم يبعد عن السكر بشكل عام خاصة إذا ما فيه رياضه ما فيه حركة لأنه السكر الزايد في الجسم بتحود لمادة لاكتيت هاي بتغذي الخلايا السرطنية بس الواحد إذا ما أكل سكر بالمرة مرات ممكن يؤذي خلايا طبيعية في الجسم زي الكبد زي خلايا القلب الخلايا العصبية فهو لازم تكون فيه كمية سكر بسيطة لكن الأحسن تكون من مكان طبيعي يعني مثلا من الفواكه من العسل ما تكون السكر الأبيض والكربوهايدرات والخبز الأبيض يستخدم الخبز الشعير أحسن الخبز الأبيض فهو بدنا سكر لكن كميات قليلة ومحسوبة دائما كمان الواحد لما يروح للإشي بده يأكل إشي طبيعي عشان يحميه يكون أقرب للطبيعة يعني يعطيك مثال مثلا الواحد يأكل تفاحة مع إشرها أحسن بكتير ما يأكلها عصير تفاح نتائجها وحمايتها للجسم بشكل طبيعي أحسن أنه بس يحولها لعصير تفاح طب دكتور وصلنا لمرحلة نقدر نقول أنه لقينا علاج لمرض السرطان تماما هلأ في كتير من الحالات يعني وصلنا لحالات شفاء بمعظم يعني في آخرين نحكي بأمراض كتير زي الأمراض اللمفاوية سرطان الخصية في تقدم كبير بسرطان الثدي سرطانات القلون هلأ صار فيه كتير علاجات جديدة عم تعطي حالات شفاء أكتر والناس عم يعيشوا لفترات أحسن في حالة صحية أفضل زي ما قلنا زمان كنا نعتمد فقط على العلاج الكيماوي كان يعطينا نتائج بسيطة وفيه أعراض جانبية كتير هلأ صار فيه تقدم على عدة مجالات مثلا علاجات عن طريق تقوية المناعة اللي بنسميه العلاج المناعي العلاج المناعي بدخل هلأ في علاج سرطانات كتير عم نشوف نتائج كتير ممتازة أعراض الجانبية قليلة جدا وفيه مرضى عم بشفو حتى في المرحلة الرابعة عم بصير فيه حالات شفاء وحالات استجابة كاملة وبيعيشوا لها 3 أو 4 سنوات بشكل طبيعي هلأ صار فيه علاجات اللي بتعتمد على الجينات نحن بنعرف أنه الخلايا السرطانية بصير فيها تغير بالجينات وهاي التغير هلو بيخلي الخلية السرطانية شرسة وتنتشر فهلأ فيه علاجات بيولوجية بتهاجم هاي الطفرات الجينية اللي موجودة في الخلية السرطانية وبتعدلها بالتالي هاي بنسميها علاجات محددة الهدف خلينا نقول عم تعطي نتائج كتير ممتازة ومعظمها عبارة عن حبوب الإنسان بيأخذها في البيت يعني فيه سرطنات رئة اللي هي من أشرس السرطنات إذا المريض طلعت عنده طفر جيني يقدرنا نتعرف عليها بالمختبر نقدر نعطي حبوب حبة يأخذها في البيت عم تعطي نتائج 70 أو 80 بالمئة استجابة فيه هلأ كمان فيه علاجات جديدة عن طريق استخدام الفيروسات الموجهة واللقاحات كمان هاي طريقة جديدة هلأ بلشت تدخل في العلاج بتعطي نتائج كتير كويسة لأنه بعض أنواع الفيروس تتعدل بطريقة معينة اللي ما تسوي مرض بتحمل الدواء بتوصلوا للورم بشكل ممتاز مثلا فيه أورام بتتخبب الجسم العلاجات الطبيعية ما بتوصلها زي ورم الدماغ فيه غشاء حوالي الدماغ بمنع الأدوية العادية توصل إذا حطينا هذا الدواء مع الفيروس الفيروس بيقدر يدخل ويوصل الدواء لحن ما بدنا فترى رائع جدا في العلاج إذن دكتور صلاح عباسي استشاري الأورام وأمراض قدام شكرا جزيلا أهلا وسلم لإلك بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي ترجمة نانسي قنقر